أهلا بكم مع الأسف الحلقة الماضية كان الصوت منخفض شوي بسبب خلال تقني لأهيك رح نعيد الجزء المتعلق بأدلة الصعود للأمر قبل ما ندخل بموضوع حلقتنا يلي هو جماعة الأرض المسطحة وهو موضوع تطرقنا له من زمان بس اليوم رح نتناوله من زاوية تاني حديثي هلأ موجه للي بينكر الصعود للأمر بحب إليك بالبداية أنا مثلك لا ما فهمتي مو مثلك أنه أنا ماني بصدق أنه طلعوا على الأمر أنا مثلك بتمنى لو أنه الأمريكان ما طلعوا للأمر وبتمنى لو أنه نحن كشعوب عربية وإسلامية عنا قوة وتكنولوجيا أكتر منهن بس الفرق مثل ما حكينا بفيديو سابق أنه أنت عاطفي وأنا واقعي أمنيتي ليست حقيقة ولا أزعم أنها حقيقة يعني الوهم لا يسيطر علي فمهما كان الواقع مؤلم أفضل ألف مرة أنه اعترف فيه وحاول غيره من أنه أنكره وأستبدله بوهم أنا مش أصير أزعم أنا طويل وحبا أنا مش أصير أزعم أنا طويل وحبا تمام أنا مش أصير أزعم أنا طويل وحبا أنا طويلت خمسة سنتي دلوقتي مثلا المريض اللي ما بيعترف بمرضه لا يمكن يقدر يتعالج يعني بطريقة أو بأخرى رح يرفض العلاج اعترافه بالمرض ليس استكانة منه وتمكين لهذا المرض بل هو أول خطوة تسبق العلاج فأنت فيك تتعامل مع مرضك بإيجابية على أمل الشفاء بس إنكار وجود المرض ليس هو الشفاء ونفس الشيء لما منعترف بتفوق الغرب علينا هاد أول خطوة لنحلل أسباب ضعف الأمة وفرقتها وتخلفها العلمي والتكنولوجي والطبي والاقتصادي والسياسي والعسكري إلى آخرين لكن نحن شو نعمل؟ نحاول نرفع معنوياتنا يا أما بإنكار إنجازاتهم يا أما بتسليط الضوء على نقائص مجتمعتهم أن نشوف الغرب كلهم مثليين وأسر مفككة ونسب انتحار عالية إلى آخرين هالكلام قد يكون في جزء منه صحيح لكن مو هي هي صورة الغرب الكاملة بس نسبة وتناسب بين إمكانياتنا اليوم وإمكانياتهم بين مشاكلنا اليوم ومشاكلهم بين قوتنا اليوم وقوتهم بتقلك إنه نحن لسنا بخير مشان هيك عنوان الفيديو نعم للأسف أمريكا صعدت للقمر وأكتر من هيك أمريكا حتكرت القمر وإذا بدي أزعجك بقلك القمر مقاطعة أمريكية أنا عندي فضول علمي أسأل سؤال أنتو بتحببوا إيه؟ إحنا عدما لما أخذب نمشي ماشي تلفطة ما بفيدنا اليوم نقول أنه عباس بن فرناس حاول الطيران لأن العبرة لمن نجح وليس لمجرد المحاولة فالأخوين الرايد هنه اللي نجحوا أكيد التكنولوجيا والعلوم هي تراكم خبرات تشاركت فيها أمم متعددة وما حدا بقدر ينكر أنه علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الحديث قامت على أساس علوم أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي وحتى اليوم الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد على مجموعة من الخطوات المحددة والمتسلسلة التي تنفذ لحل مشكلة وتنفيذ مهمات برمجية مختلفة تسمى الخوارزميات نسبة للخوارزمي أكيد هذا شيء منيح وشيء عظيم ومساهمة كبيرة بالتكنولوجيا العالمية بس كم خوارزمي عنا اليوم مقارنة بكم تيم بيرنرز لي وكم سيرجي براين وكم بيل جيتس عندهم هنه اليوم بعدين انكار انجازات الغرب وانكار أوتو شو بيفيد بيعطينا معنويات مثلا شو هو تفريعت قناة السويس يعني هلأ إذا قررنا ننكر أنه الولايات المتحدة عندها سلاح نووي تختفي الترساني النووية الأمريكية لمجرد انكارنا الانكار لا يفيد لا سيما الانكار القائم على الوهم أما إذا كان انكار مبني على حقائق فعلى رحبه السعب اليوم بموضوع الصلود للأمر السؤال اللي بيطرح نفسه كمان ما طرح نفسه أمر إلا الله أنا بطرحه هل انكارنا قائم على العلم أو المنطق أم على الوهم إذا بدنا نحكي منطق منقول هل نحن اليوم بعد خمسين سنة من أول رحلة قمرية قدرنا نكتشف الكذبة والاتحاد السوفيتي بجلالة أدرو اللي عم ينافس أمريكا بالفضاء وقتها ما قدر يكتشفها يعني بالمنطق الاحتمالات بهذه الفترة كتير محدودة يا أما الأمريكان طلعوا الأمر مشان هيك الروس سكتوا يا أما ما طلعوا والروس اللي عم ينافسوهم بالفضاء ما اكتشفوا وأجيت أنت هلأ يا جهبز يا محقق كونان يا مفتش قاتجيت يا بنت أخت المفتش قاتجيت اكتشفت كذبة الصعود للأمر أما إذا فعلا ما طلعوا والروس كشفوهم فأضعف الإيمان أنه هلنا الثانين يعملوا فيديو بصحراء سيبيريا ويقولوا ونحن كمان طلعنا لا ولو أنا محل يونيت برجنيف بلاقي العلم الأمريكي يلي زعموا أنه تركوا فو وبقرفوا بيكمل فيديو أرفعوا دليابس شوف أنت بقى هناك السيناريو المنطقي المناسب إذا حابب تحكي منطق إذا كان إنكرنا قائم على العلم فتفضلوا نشوف شو بيقول العلم وجاوبوني على الدلائل هاي ومثل ما قلت اضطريت عيدها بسبب خلال تقني بالفيديو السابق أول دليل أو أول رابط رح تلاقوه تحت هو كامل الصور والفيديوهات واللي هي بالمناسبة بالآلاف لكل حركة من ساعة الانطلاق لساعة الرجوع وكامل التسجيلات الصوتية مو بس للرحلة كمان لكل التدريبات والاستعدادات وكامل الاتصالات يعني لو شفتها هتكتشف أنه مستحيل تزييف آلاف الفيديوهات والتسجيلات الصوتية الدليل الثاني رح تلاقي تحت رابط فيه معلومات عن العينات والأحجار اللي تم أحضارها من القمر ووزنة حوالي 360 كيلو جرام وتم الدراستها في جامعات حول العالم ورح تلاقوا بالرابط كل عينة برقمها وكامل تفاصيلها ورابط بمكان تواجد كل عينة وفي منها بالمناسبة موجود بدول عربية كمان الرابط اللي بعده رح تلاقوا فيه عشرات الأدلة ملخصة ومدققة ومنقحة مع مصادرها للرحلات المدارية القمرية لدول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية وكيف رصدوا آثار الرحلات الأمريكية ورح تلاقوا بالرابط وثائق لهواة راديو رصدوا الاتصالات وقت الرحلات القمرية وكمان لهواة فلك رصدوا المركبات بطريق الزهاب والعودة ومثل ما قلت كل هالأدلة صادرة عن جهات غير الولايات المتحدة الأمريكية الرابط اللي بعده أو الروابط اللي بعدها هي الخريطة القمرية اللي موجودة على جوجل مون وفيها مواقع الهبوط لكل الرحلات ورح تلاقوا رابط لكل موقع في البقايا والآثار للمركبات الأمريكية والمركبات الروبوتية الروسية والصينية كمان وهذا كله غير المرآت اللي تركوها على الأمر وممكن الوصول إليها بتلسكوب خاص لاستقبال الإشارة الليزارية منها لقياس بعد القمر عن الأرض وهذا طبعا غير آلاف الدراسات والأوراق البحسية يلي بتحكي عن سطح القمر وبتدرس خصائصه وتقنيات النزول ودراسة النازك والرياح الشمسية والتقنيات المدارية وكلها قائمة على بيانات الرحلات القمرية وفيك ببساطة تبحث عليها بجوجل ورح تكتشف آلاف الأوراق البحسية ورح تتأكد وقتها أنه تزييف كل هذا رح يفوق بمراحل تكلفة الصعود إلى القمر هاي بعض الدلائل ومثل ما قلنا هي بالآلاف والسؤال كان إذا لسه متذكر عزيزي منكر الصعود للقمر السؤال كان هل إنكارك قائم على أساس علمي أم مجرد عواطف مثل ما قلنا وأوهام إذا قائم على دليل تفضل عطينا الدليل لا 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 تفضل مشان الله إذا بدك ترجع تقول لي رفرفت العلام عم نقلك دليل علمي حبيبي علمي يعني شفت الفيديو 200 مرة مشان قصة العلام وقت رائد الفضاء بيحط العلام بالأرض بيحرك الساري بيتحرك العلام لا أكتر ولا أقل أما عن موضوع الأرض المسطحة فيبدو إنه الوقت داهمنا ليش قدش الوقت محدد للحلقة صبحية صبحي عام يقول مو محددين وقت بس لو مو محددين وقت ما بيمنع إنه يداهمنا الوقت فالوقت شافنا ملتهين هيك بالأدلة قام داهمنا إذن موضوع الأرض المسطحة بيتأجل إلى حلقة قادمة فانتظرونا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وإذا ما اشترك بالقناة فاعلم أن نيل أرمسترونج منعك إيه نعم عريفي عريفي إحنا وين إحنا وين إحنا على سطح بيت كم شغير على سطح الغمر عريفي أدري على سطح الجمر بس بس وين على سطح الجمر إحنا في منتصف هو سطح واسع وقريط أقول لك وين أنا شي نحدد بوصله على سطح الجمر وقبل إيه نعم ترجمة نانسي قنقر